عمليات بغداد قاعد من البارحة من قبل يومين تقول للناس تصرح وتقول الطرق لها مفتوحة بس الجسر السنك والجمهور المسدودات وهي كلها تشذب كلها تشذب هس احنا من اللي جينا شارع الشارع اللي ما لصليخ جسر ما لصليخ حاطين صحمرات وسيارة سيارة خال للناس بالحر وبالازدحامات خوش المظاهرات هنا الذلون العالم هناك ليش ليش قطوع قطوعاتها يقعد السبب مشاكل للناس العدة حالة طارق العدة مريض المريض تريد تجيب شنون يعني ستعمليات بغداد عمي عبد الامير يا راحي رايح يخطب قلنا اسمال انه دخل بي هذا رايح يخطب بس حياة خاصة بس انتم البقية القيادات عمي شذبون عن ناس تقولون بس الجسرين مقطوعات اللي يمسنكم كلها مقطوعة الناس جاي تتأذي وهي رسالة للمواطنين رسالة للمواطنين قاعد تأذيون من الازدحامات واللي قاعدين ببيوتهم اخوان انت قاعد تشوفون الذل بعينكم بعد قاعد تشوفون الذل بعينكم بعد المن قاعدين اطلعوا شنو فطواتكم القادمة راح تحتصمون راح تحتصمون خطواتنا القادمة اذا ما يستجابون اذا ما يستجابون الخطوة القادمة راح تكون اعتصامات مر لخ عليهم لان هذا الشعب عنده مطالب ومن فيه من الفين التسعة طاعش باقي هنا والاخوة الناشطين محمد محمد الياسري وبهاء اخوصفاء السراي اليوم بس صبح شاء الله ينب السيد السيستاني اليوم وقال لهم كل امتين كل امتين قال لهم اياه وانا قاعد يحكي بالاعلام وخلوا يردون عليها قال لهم انتم الاحبة وبيكم الامل هذه الرسالة للناس لولا الرسالة لحنا لولا الواقية الناس عملة اللي تمشون ورا المرجعية سيدة عالسستاني وطلعوا هاي قاعد يطيقكم الرسائل اشو كنتم طلعون وطلعوا عمها هيتوا عايشين بذلة عايشين بذلة ترى الذلة والفساد اصبح المؤسسات الدولة اسمح شي روتيني شي طبي وهذا ترى مصحيح انتم صحيح متعايشين وياه وقاعد تشوفنا الشي طبيعنا وطلع فلوس تمشي لك معاملة هذا ترى مصحيح هذا كارثة بس عنا لين تماشينا وياه سكتنا عجل صار عندنا عادي انتم لازم تشوفوا لنا فيسكم تراجعو لنا فيسكم ما يصير ارمعين مليون انتم عمي لو مليون واحد مليون والله يسوي شغلة مليون واحد بس ما يصير يشتري يعني فئة قليلة من الشعب ها تطلع لو ثور عشورة لو ثور تشري يا عدري بسي مرأس دولة جاء بقية ملايين عمي وين يا ناسنا يا حبونا